موسيقى مساء الخير ضيفنا الليلة بريبلي شغل مناصب رياضية متعددة من نائب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة لنائب رئيس الاتحاد العربي للعبة وحاليا هو الأمين العام للجنة الأولمبية اللبنانية وقبلها وكلهم مدير الأنشطة الرياضية بالنيد الرياضي بيروت وأيضا هو رئيس الاتحاد اللبناني للشترانج ضيفنا اليوم الأستاذ جودة تشيكر أبو حسن رح نحكي نحن وياه عن الرياضة اللبنانية عموما عن التطورات الأولمبية الأخيرة ومستقبل الرياضة اللبنانية أهلا وسهلا فيك أهلا بيك أبو حسن كيف شايف وضع الرياضة اللبنانية اليوم مع الأسف أنه ما بتسر بس الحمد لله أنه في البسكتبول ماشى حالة في كم لعبة يعني تانين بس البقية مثل وضع البلد يعني ما فينا نكذب على حالنا يعني الحمد لله أنه في البسكتبول ريفها اسم الرياضة عندك حنين على البسكتبول؟ أهلا بدون شك تبقى خبسين سنة بالبسكتبول طيب الدعم الرسمي للرياضة اللبنانية مش موجود حاليا وقبل كان طنقيت إذا فينا نقول هيدا السبب الأساسي لتدهور الحال الرياضة في لبنان ولا أمور تانية في منهم بيقولوا السياسة منهم بيقولوا الطائفية منهم بيقولوا أمور أخرى لا طول عمره الدعم الرسمي ما بيقدي يعني هو قشور مثل ما بيقولوا دعم الاندي دعم الاتحادات من علاقاتها من محبينها من جمهورها من الناس يلي بيحبوا اللعبة من يلي بس يعني أنه الدعم الرسمي كان شي بسيط ما بيتكل عليه ولا أي نادي يعني طول عمره مش منها العشر سنين أو العشرين سنين طول عمره طول عمره هيك دوم طول عمره دعم الرسمي دعم خفيف طيب خلينا نشوف نحن وياك الجلسة الانتخابية للجنة الأولمبية اللبنانية يلي انتخبت جودة تشيكر بالإضافة لعضوين آخرين ريمون سكر وكمان أمين صندوق الاتحاد اللبناني للباسكتبول أعضاء باللجنة الأولمبية ومنشوفه ومنرجع على ضيفنا كنت نشكر الكمعين العرومية على السألة على صنوية العربة وإن شاء الله نكون قدرها بنا يعني عن مددنا نسمع عمداء نحن بدن مددنا لكل الرياضيين لكل الاتحادات لكل الأفراد يعني شهرتنا أنه نجحها رياضة دي عمد موت وأعظمها مشكلة لأنه نفيدة وصدر بطول تعالى أنا من الشهاد الاتحاد شهرت عمد بس أنا من الاتحاد بكلات السلق يعني بشكل شهاد حساء اللي أعطانا إياه وشارلونها داخل كل الدروطات اللي نتعرضنا لها نحن عنا رياضة ميراً واحد شغلة رياضة مضيفة اللي طول عملنا نشتغلها معانا طلع ورانا شو كانت الاتهامات نحن نعرف حالنا نتنوصق في حالنا وننوصق فيهم ونشاء الله لأيام التفرجي أنه نحن قدر حمل وأدرين نتحمل وأدرين ننشي فينا وياك ومن كل هالأخوين لنسع رياضة به البلد نحن بحاجة لنوصق مثل ما وصلوا الاتحاد بلد السلق بكل الأفضل نعامنا يعني ربنا هالي لنا أيام الصعبة اللي عم نشوفها بلدنين بس كمان أدرين نشتغل أدرين نوصق أدرين نربح أدرين نخدرش أفضل إيدنا بإيكم وإيدنا بإيديا اللي ماضعين نحن عمد كل جهدنا نجع نكون ميد وحدة على أليل رياضة بكوحة به البلد أستاذ جودت كيف ترشحت لمنصب الأمين العام لللجنة الأولمبية اللبنانية الحقيقة أنه اتحاد الشطرانج عملنا جلسة لما كان فيه ثلاثة أماكن شاغرة رشحوني وبتعرف علاقة كتير منيها مع أستاذ أكرم مع أستاذ جهاد ترحت على الموضوع أنه نحن بنترشح بالعكس رحبوا يعني رحبوا بالموضوع ومن هنا بلشت المسيرة تمشي يعني فيه ناس مع وفيه ناس ضد فيه ناس معجبتهم للقصة وفيه ناس رحبوا هل في موقف سياسة بهيدا الموضوع بصراحة يعني اليوم جودة تشيكر معروف بالسياسة وين معروف بالوطنية وين معروف بمواقفه الرياضية وغير الرياضية عم تقول لي فيه ناس ضد وفيه ناس مع هل كان فيه وقلت بالكلمة أنه فيه ضغوط سياسية الحقيقة يمكن منش ضغوط سياسية ضغوط ناس باسم السياسيين يعني ما بفتكر أنه جودة تشيكر اللي خلق بعين المريسة درس بمدرسة الفاروق بطريق جديدة أنا بالنادر رياضي من خمسين سنة معروف بجمهوري يعني الجمهوري النادر رياضي علاقتا معه بيعرفوا إذا أنا بكل هالتاريخ يلي مشيت فيه أنه أنا مني مناسب مشكلة هاي مشكلة مش من عندي مشكلة من عندي يلي عم بيشتغلوا رياضة بصراحة رح أعمل أنا اليوم محامي الشيطان استاذ جودة منسقية الرياضة بطيار المستقبل يلي أنت مناصر لألو أنت من أكبر المؤيدين للرئيس شهيد رفيق الحريري ولا دولة الرئيس سعد الحريري ومعروف بمواقفك إن كان على مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقفك العلنية بحياتك اليومية في المكان الآخر ليش هيدا الموضوع هل هجوم شخصي على جودة شيكر ولا حسابات شخصية لبعض اللي عم يشتغلوا بالرياضة أنا بالنسبة إلي يعني واحد ما بقدر يزور التاريخ أنا مع رفي الحريري طول عمري ومع سعد الحريري يعني ضحيت بكل الأوقات وأنا مشيت معهم على آخر يعني باستغرب أنه أصم الرياضة بطيار المستقبل أنه يوقف ضدي ليش ما عم بفهم يعني إذا أنا قدمت كلها التقديم مش عمرب حجميلي أنا من قلبي إذا يعني أنا حريري كل الناس تعرفني كل الناس تعرفني أنه أنا مع رفي الحريري أنا مع سعد الحريري أنه أصبر رياضة بطيار المستقبل بيوقف ضدي بهالشراسة هاي في علامة استفهام وأكيد علامة الاستفهام أنه أنا اللي معي حق وهنا اللي مع معهم حق هني اللي عم يشتغلوا غلط طيب انطلاعا من هون بدي أسألك هل تم إبعاد جودة شيكر عن اتحاد كرة تسلي سابقا بهيد الظروف وإذا بدك هيد ما بدي سميها والدانيت بس نظرا لعليقتك الجيدة بمختلف الأفريقاء بدنا نحكي طائفيا وبدنا نحكي رياضيا بالبلد بدي أحكيك لأول مرة من 15 سنة بيحكييني كان رئيس الاتحاد جان همام بيقولي أنه رشحوا واحد تيارة المستقبل رشحوا نزار رويس محلك أنه بتعرفين أنه البلد مقصوم كل شيء طائفيا المركز السني رشحوا نزار رويس وأنا ما بدي نحنا ما بنا نخسرك ونخسر جهودك بتحاد كرة تسلي بتمنى أنك تضلك مرشح وأكيد أنت بتربح قلت له أنا ما بقدر اترشح ضد تيارة المستقبل ويقوله المرشح تبع الحريرة سقط وأبو حسن نجيح هاي من 15 سنة بدك حدا يعني يكون وفي لها المواقف هاي اللي اللي أنا عمد فيها ومن ندبين عليها طيب بس هيدا كله منه من شايف اليوم يعني ما توخزني بهالتعبير اللي بدي أقوله اليوم جودة تشيكر أبو حسن ابن النادي الرياضي يلي ضحى لهيدا النادي تاريخيا صار بالمنصب الأعلى رياضيا للطائفة السنية أولى مثل ما هي وبعتذر عن هيدا التعبير من المشاهدين شو كان موقف يلي كانوا ضدك وقتا اللي جودة تشيكر وصل ووصل بمجهوده الشخصة وبعلاقاته الشخصية وبخبرته الرياضية مش كيف ما كان يعني أنا مثل ما عدت والحمد الله أنه أنا وصلت بعلاقاتي وبخبرتي وهالضغوطات يلي صارت أنا ما ردت عليها لأنه منا صادرة من المصدر اللي بقوله الأساسي أنا ما بعرف أنه واحد بعده جديد على الرياضة أنه يجي يلعب بتاريخ جودة تشيكر ما بقبلها مشان هيك أنا أصرات وأخدت الترشيح من اتحاد الشطرانج مع أنه تهددت أنه اتحاد الشطرانج إذا بيعطيك الترشيح بيسقط ما حد لا سقط ولا تهد بالعكس أصلاً كان عليك معركة باتحاد الشطرانج كمان يعني هي كانت معركة وكتير قوية بس ما عم بعرف ليش الحقيقة ما أنت عم تتساعل أنا عم بتساعل أنه هل ضريبة الوفا الزيادة بتكون هيك المعاملة بصراحة أبو حسن بعرفك صريح ما بتعرف ليش بعرف ليش لأنه أنا إذا بيخد موقف ما برد على حدا أنا بقتنع فيه وأنا مش من الناس يلي بندار مش من الناس يلي بقولوا لي أمشي هيك بمشي هيك أنه نحن عنا أنا بدي شارك بالقرار طول عمري إذا ما بدوني شاركوني بالقرار أنا خارج السرب مثل ما بقولوا وأنا عندي اعتقاد أنه أنا عم يشتغل صح هذا اللي مبين يعني عم يشتغل صح يعني حتى ما كفية وأنه هني عم يشتغلوا غلط أوكي خليني أسألك اليوم شفناك بالتهاني للنادر الرياضي بطل لبنان 2022 2023 كان موجود الأستاذ نادر الحريري وموجودين كل إذا بدك وجهاء الطائفة السنية وإذا بدنا نقول ممثلي الطائفة السنية الكريمة شو موقفهم يعني أستاذ نادر يلي بيعرفك بالنادر الرياضي وبيعرف وفائك وبيعرف مواقفك شو موقفوا من هالحرب الشعواء على جودة شيكر الحقيقة أنه نادر قبل بأسبوع اللي فيك تسكر خطاك وما ترد على حدان امشي بطريقك اللي أنت مقتنع فيه وأنا معك والرئيس الحريري هل صار فيه تواصل معه؟ لا الرئيس الحريري ما عم يداخل ما علق كل نشاطاته السياسية والاجتماعية ما عم يداخل مع حدان بس ليش علق السياسة والاجتماعية وخلها الرياضية يعني فيه ناس عم بيحكوا باسم الرئيس الحريري رياضيا هيا بدون شك ومعلق كل نشاطاته السياسية والرياضية ومش الرياضية الرياضية لأنه بعده أنا مش تغلو بس لما بيك تحكي بالرياضة أنا بعتقد أنه أنا واحد من أركان الرياضة بدي كون إلي رأي بس أنه أنا واحد يمشيني ما بمشي ممكن بشي ناكل معركة تاك أبو حسن كيف علاقتك بمختلف الأفريقاء الرياضيين خصوصا بعد ما انتخبت باللجنة الأولمبية وأمين عام لللجنة الأولمبية هيدا المنصب المهم كتير هيدا المنصب يلي مثله مثل الرئيس اللجنة الأولمبية عنده توقيعه وعنده مكانته محليا عربيا أسيويا ودوليا أنا الحقيقة أنه علاقاتي مع الكل كتير منيحة حتى نحن نحن وياك بالحكمة أنت بتعرف أنتوان شويري قال لي رحمه كان يقول خصم عنيد وصديق شريف ووفي يعني فيك تخاصمه بس هو وفي بالخصام ما بظهر بلات الطريق يعني أنا هيدا طبيعتي ممكن أنه واحد ما يحبني أوكي منه نبي الواحد لك اللي الناس تحبه بس المهم أنت تآمن بمعطاء ذاتك أنا مآمن فيها ومآمن أنه أنا قادر أخدم الرياضة إذا أنا عم بقول بدنا نمد إيدنا لكل الرياضيين المؤاطعين والغير مؤاطعين بس أنا يعني كل الأندي باللبنان كل الإتحادات العربية الحقيقة أنا عندي علاقات معورة كتير منيحة ما بعرف ليش في علامة استفام هون بالوسط بالبيئة تبعيتي مش بالبيئة بأشخاص من البيئة تبعيتي لأنه أنا لما صار عليها الضغط يجيني دعم من لبقاع من عكار من قليم الخروب من صيدة النقوعة تنسحب وأنا هيد القاعدة اللي يعني بيرتكز عليها بالناد الرياضي بتعب الجمهور بالناد الرياضي أنا علاقتي فيهم كتير كبيرة وكتير قوية أنا بعمل زيارات شهرية للي بقاع العكار لهذا بزورهم يعني بزورهم ببيتهم قريب منهم ما بنترهني يجول عندي أنا بطلع لعندهم هيد العلاقات أسمرت يعني يعرفوا مين أبا حسن مش هناك وقفوا معي كل ييتهم وبفتكر ألال اللي ما وقفوا معي هل أنت مع تدخل السياسي بالرياضة يعني بعرف أنه أنت والناد الرياضي من خمسين سنة لليوم بتشتغلوا للوفاك بتشتغلوا حتى ما يكون فيها الحد الطائفية الموجودة بمختلف أنواع الرياضة والناد الرياضي مش بس بكرة السلة بالبينبون بالجنباز بعدة ألعاب ودايما هو بيكون بيضة القبن للخير أنا بصراحة أنا كما قلت لك أنا حريرة مهرفي الحريرة كل ممشي بس أنا بحياتي ما أقدم الطلب لتيار المستقبل ما كنت ما حامل بطاقة تيار المستقبل يعني ما قلون علي أنا مني تيار المستقبل وعا أيام سعد الحريري كنت تقول أنا مني حزبي نحن بشتغل رياضة ما قلنا علاقة بحبه لرافق الحريري بس أنا مني تيار المستقبل بتحبه لأنه أعطى للرياضة أعطى للنادي الرياضي قبل كل شيء وأعطى للرياضة وأعطى للبنان نحن النادي الرياضي ما فينا ننكر إنه نحن القاعة اللي عم نلعب عليها لو ما هو ساهم نحن ما في قاعة العشرين سنة اللي أخدنا بطولات هي بمساهمته هو يعني نحن ما مننكر الجميل يعني ما فينا نظهر بس كمان ما منحب السياسة تكفوت على نادينا إذا فاتت السياسة على نادينا بتفرطه مش أناك نحن عمرنا عايز يصير تسعين سنة بعد شوال لأنه ما فتنا بالسياسة ندعمنا من صاحب سلام ندعمنا من كل هالرؤسة الوزراء ندعمنا لأنه نحن نادي كبير خرج ندعم أو بيحبوا أنهم يدعمونا بس نحن ما كنا تابعين ولا منقبل التبعية الصداقة أوكي والمحبة أوكي بس التبعية نحن ما منقبلها لوين بدوا لوين توصل الرياضة اللبنانية بهذه الأجواء يلي البعض عم بيغرقها فيها إن كان من الطائفة السنية أو من الطائفة المسيحية أو من الطائفة الشيعية يعني لوين ممكن توصل الرياضة بلبنان بيظل هل إذا بدنا نقول شد لحبال اللي البعض عم بيفتعلها هايدي بتعور بتعور الرياضة ككل يعني ياخدوا نموذج الرياضة لأنه نحن ما تحطينا بالسياسة عشنا تسعين سنة بس تفوت السياسة على نادي أو على اتحاد أو على هاي بتعيش ممكن سنة اتنين تلاتة بس بعدين توقف السياسة ما مفروض تفوت على الرياضة معنى أنك أنت بحاجة لدعمهم بس ما أنه يأثروا عليك ضمن حدود يعني يدعمه ضمن حدود بيدعموك بس ما يأثروا عليك بالقرار السياسي طيب هون بدي أسألك سؤال كمان أعذرني عليه عم بحكي شو عم بيقولوا الناس جودة شيكر كان متهم أنه طائفة وأنه يعمل لمصلحة الطائفة السنية بكرة السلة وبأي منصب رياضي شغله تبين أنه لا جودة شيكر عم بيشتغل وطنيا عم بيشتغل لمصلحة الرياضة وأكبر دليل أنه بالنادر الرياضي على طول تشكيلته ملونة كل الاتحاداتي اللي اشتغلت فيها تعطيت مع باقي الأطياف وباقي المزاهب بالبلد من منطلق رياضي مش من منطلق لا طائفة ولا شخصة ليش عليك هذه الصورة؟ ما بعرف إذا واحد بحب بيروت بحب المدينة اللي خلق فيها وبدافع عن أي حقوق لمدينة بيروت رياضيا نعم نحكي نحن طبع أنا ما بلاقي ده يعتبر أنه طائفة إذا هيدة تهمي أنا بفتخر فيها أنا بفتخر فيها أنه أنا بيروتي وقلت لك درست بطريق جديدة يعني ما فيه أظهر من بيئتي بس فيه وصل بيئتي لمراكز إلى علاقات يعني مع شايفين هيدة القصة شايفين علاقاتك بيئتك شايفي علاقاتك بيئتك الصحيحة الحقيقية بيئتك الصحيحة شايفين علاقاتي النادي اللي أنا ربيد فيه شايف أنا وين أنا شو قدراتي اللي على الهامش أنا ما بهمونه يلي مش مآمنين بمواقفه وبتاريخه وبهيدا ما بهمونه كتير يعني ومعقلون هالوزن بالنسبة لأيلي ولا لمسيرتي حتى ما كون عمهين حدا طب خلونا نتوقف مع بريك بحلقة ريبلي ونرجع لحوارنا مع الأمين العام لللجنة الأولمبية اللبنانية رئيس الاتحاد اللبناني للشطرانج الاستاذ جودة تشيكر نرجع مشاهدينا لحلقة ريبلي مع الأمين العام لللجنة الأولمبية اللبنانية رئيس الاتحاد الشطرانج الاستاذ جودة تشيكر قبل ما كفه بالحوار مع الاستاذ جودة تخلينا نشوف انتخابات اللجنة الأولمبية تقرير عن الانتخابات الفرعية اللي سارت بالمارينة طبي وبعدها كمان عن توزيع المناصب منشوف نحن وياكم ومنرجع لضيفنا انتخابات الجامعية العمومية لللجنة الأولمبية اللبنانية ثلاث أعضاء مكملين بالتزكية هن جودة تشيكر هشام جرادة وريمون سكر بالانتخابات التكملية لللجنة التنفيذية لللجنة الأولمبية اللبنانية اللي سارت بعد دهر التنين باللمارينة طبي حضر الجلسة رئيس لجنة الأولمبية الدكتور بيار جلخ وعدد من أعضاء اللجنة ومندبين عن 17 اتحاد أولمبي من أصل 27 بيحقلهم التصويت عضو اللجنة الأولمبية المحاسب ربيع سالم تلى محضر الجامعية العمومية اللي انعقدت بـ 8 أيار 2023 وتم التصديق عليه بالإجميع بعدين ألقت دكتور جلخ كلمة ضمن التمنياته أنه تصمر الجامعية العمومية نتائج إيجابية بتصبي مصلحة الرياضة اللبنانية ومستقبلها وتنميتها لا ترجع إلى نشاطها ودعا كل الاتحادات الوطنية من اتحادات أولمبية ومنضمة للجنة الأولمبية اللبنانية واتحادات معترفية أولمبيا والليجين العاملة كما كل الرياضيين والرياضيات باللبنان للتعاون بعيدا عن التفكك والتجزئة بعد انطلقت العملية الانتخابية وأعلن المحامة فرنسوا سعادة عن وجود خمس مرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية لملء المقاعد الثلاثة هنريمون سكر جودة شيكر رولان سعادة هشام جرادة وفريد أبي رعد وأضاف أن المرشحين سعادة وأبي رعد أعلنوا سحب ترشيحهم لا يربح شيكر رئيس اتحاد الشطرانج وجرادة عضو اتحاد الباسكتبول وسكر أمين صندوق اتحاد السكي بالتزكي بعد انتقل الحاضرين لانتخاب خمس أعضاء لمركز تحكيم الرياضي لا يعلن سعادة عن وجود ست مرشحين لملء المناصب الخمسة وأضاف أن المحامة طانيو سحنين سحب ترشيحه رياضي بالتزكي وهن المحامة شرب الميشيل رزق المحامة ويسام سعادة المحامة جورج همام المحامة المعتصم بالله أدهم والمحامة شرب اللحكيم ثم تحدث الأعضاء الفائزين بعضوية اللجنة التنفيذية شيكر وسكر وجرادة وشكر الجمعية العمومية على سيئتها وأعلنوا أنهم رح يشتغلوا لرياضة لبنانية متطورة مع زملائهم باللجنة الأولمبية وبعد يوم على الانتخابات التكملية عادة لجنة التنفيذية لللجنة الأولمبية جلسة بمقرب الحزمية بحضور 11 عضو من 15 وخلال الجلسة أجريت عملية توزيع المناصب بعد الانتخابات التكملية على الشكل التالي الدكتور بير جالخ رئيس المهندس مازر رمضان نائب أول للرئيس جاك تامير نائب تاني للرئيس لجراند ماستر سامي إبلاوي نائب تالي للرئيس أسعد النخل نائب رابع للرئيس جودة شيكر أمين عام هشام جرادة أمين عام بالوكالة المحامي فرانسوة سعادة أمين للسندوق محمود حطاب أمين للسندوق بالوكالة الكومودور ربيع سالم محاسب وليد دمياتي ريمو سكر خضر مقلد ورافي موم جوغوليان أعضاء مستشارين وقررت اللجنة حل كل اللجنة التيب على إله ومراسلة الاتحادات لإرسال أسماء مرشحية لتولي مناصب ضمن اللجنة المسكورة يلي رح يتم تشكيلها لاحقا كما تقرر تعيين مدقع حسابات للجنة التنفيذية وعلى لجنة التضامن الأولمبي أخيرا قررت اللجنة عقد الجلسة المقبلة الخميس 15 حزيران بما أرى بالحزمي أبو حسن هل كنت راضي عن عمل اللجنة الأولمبية قبل دخولك عليها؟ ما كنت كتير عم بلاح عملها بس بيّن أنه الخلفات اللي صارت وبالجرائد وبالتلفزيونات ما بتليق بأعلى مركز رياضي في لبنان هذا اللجنة الأولمبية يعني أعلى مركز رياضي مفروض نحترمه نحن حتى الرياضيين اللي على أرض الأندي والإتحادات تحترمنا إذا نحن ما بنحترم بعض وين بنوصل يعني؟ شو من خليل الأندي أو الإتحادات أو كيف نكون علاقتنا نحن وياهم؟ نعم هل رح نشوف مشاكل بعد ولا برأيك نطويت هيدا الصفحة؟ بإذن الله ما بقى نشوف مشاكل لأنه مفروض نشتغل مفروض نساعد الاتحادات مفروض وفيه شغر كتير يعني أنا تفاجأت أول يوم طلعت على لجنة الأولمبية 500 إيميل عم نجرب نفرزون نزبطون رح التاني يوم نزيده 700 صاروا 1200 يعني بس إن شاء الله منطلع قد الحمل وزيادة بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله في حال لم يوقع وزير الشباب والرياضة دكتور جورج كلاس كما يحكى إن شاء الله لا طبعا في حال لم يوقع إفادة إدارية للجنة الأولمبية شو رح يكون موقفكم؟ الحقيقة أنه الإفادة من وزارة الشباب والرياضة مع الأسف يعني ما إلا أكتير أهمية للجنة الأولمبية لأنه اللجنة الأولمبية علاقاتة مع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية نحن مناخد شرعيتنا من هونيك إذا الوزارة قررت أنه ما تعطينا وتحاربنا ما يمكن أكتر شيء للإفادة هاي اللي تفتح حساب بلبنان ونحن أخذين قرار نفتح حساب بسويسر كيف بدك تحطهم بابنوكة بلبنان بعدين ما بتاخدهم 400 دولار بالشهر وهذا بيعرقل لكم عملكم طبعا البنوكة أصلاً اللي يساعد لبنان عليهم بفتكة نحن أخذين القرار قبل الإفادة إذا عطينا الإفادة بيكون هو عم بيسهل أمور الرياضة بلبنان بسهل ما بده يوم دول الإفادة مشكلته هو مش مشكلتها نحن نحن لا بتقدم ولا بتأخر معنا قرار وضع حارس قضاء على خزنة اللجنة الأولمبية وعلى حساباته بالبنوك اللبنانية اللي طالب فيه أمين الصندوق السابق كيف بتشوفه أو وين بتحطه بإطار العرقل إذا كنا بحس النية يعني هو ما بقى أمين صندوق طلب أنه يعدوا المساري حتى بده يسير فيه استلام وتسليم عن طريق القضاء اللبناني يمكن خطوة كتير منها أنه يبرد دمته تجاه أمين الصندوق الثاني اللي بدي يستلام عنه إذا أخذناها بحس النية هيك عظيمة عظيمة عندي كم سؤال هلأ شو بتقول للمقاطعين أولمبيا؟ يعني شفنا سامي إبليوي إلى جيمبك بتوزيع المناصب الباقين شو بتقول لهم؟ نتمنى نحط إيدنا بإيد بعض حتى نظهر بشي حلو للرياضة اللبنانية شي مفيد للرياضة اللبنانية هيد المشاكل ملاح تفيد لا للرياضيين ولا الأندية ولا الاتحادات ولا هذا بتاعوا نحط إيدنا بإيد بعض ونشوف شو هنعمل كله بعد فيه سنة ونص سنة تاني ممكن قالوا نكونوا لموزاجيات يعني نشتغل نشتغل بس للرياضيين ونبيعت كل شي من رأسنا سياسي وخلافات سياسية وأنا بفتكر مننجح ونحن نشتغل إنه نفتح مجال معهم لحنعمل لغاءات معهم نقرب وجهة النظر إذا فيه خلافات معروف عنك إنك بتدور زواية بالرياضة إن شاء الله نقدر ننجح هون يعني من التنين ورايح لحن نبلش نتصل فيهم وأنا حكيت مع جاسم هنسو وبيقدر يوصلني إلى أنا بقدر بوصل للكيل بس كمان مساعدة جاسم كتير مهمة جاسم محاور ابنك بن نادي الرياضي كمان تربيةنا بس هايدي نحن نجحنا بالتربية أكيد كيف علاقتك بجهاد سلامي كتار انتقدوا جهاد سلامي والمعركة اللي صارت قبل باللجنة الأولمبية اليوم أبو حسن كيف علاقته بهذا الشخص يلي كان مرشح لرئاسة اللجنة الأولمبية ويلي يقال إنه إذا بدك يملك مفتاح مجموعة كبيرة من الاتحادات الرياضية شوف جهاد سلامي فيه ناس بحبه فيه ناس ما بحبه بس ما فيه اتنين يختلفوا إنه عنده تنظيم عنده إدارة عنده وفاة بس يحط إيده بيد حدا بكون الوفاة الزايد بتلاقي عنده وعنده اطلاع عنده خبرة يعني أنا جهاد بعرفه من أيام البسكتبول عيام أنتوان شارتية جهاد تنبسط تشتغل معه لأنه بتكون مبسوط إنه ضهرك مأمن وجهادنا الناس اللي بقول لك أنا معك أو مش معك إذا أنا معك يعني خلص بتأمن لشخص بتأمن لشخص مثله يمكن بكذا موقف ما تكون معه بس لما تكون أنت معه بكون متطمن إنه ما بيطعن بالدهر هذا أهم شيء بعدين عنده من القلائل باللبنان اللي عنده هالخبرة الواسعة بيشتغل رياضة في حال ترشح بالمرة المقبلة هل يمكن أن تكون إلى جانبه أمين عام كمان؟ أنا أتعلك بهاي الاجتماع اللجنة العلمبية اللي ما رأيت أنا كنت ضد إنه ما يجي جهد سلامي لأنه هي مصلحة للجهد ما عنه بالسياسة؟ ما ليش أقول لك أنا السياسة يعني ما بتوفق أنا ويا بالسياسة هو ما بتوفق معي بالسياسة بس بالرياضة أنا وياه متوفقين ومن زمان يعني حتى بعز الخلافات يمكن هو بيعرف كنت الفنلوب يستقبلني بالمون لسال يقول له عندي كذا وكذا وكذا في شيء يقول لي أنا معك في شيء يقول لي أنا مش معك تظهر مرتاح بعز الخلاف يعني من عشر اثنين واثناش واثماني تاريخ مع جهاد تنبسط تشتغل مع هك ناس أنا كتضد إنه يظهر من اللجنة بس ما قلت لي رح تترشح معه إذا المرة المقبلة؟ إذا الظروف مناسبة بتمنى كيف علاقتك مع أكرم حلبي رئيس اتحاد كرة السلية اللي كمان يقال إنه هو ساهم بهذه التركيبة وبهذه إذا بدك الجمع أكرم يعني أنا التاريخ أنا كنت مع أكرم بس لما ترشح جورج بركات أنا مشيت مع جورج بركات جورج صديق إياه بين 25 سنة يمكن صار في زعل بينه وبين أكرم أخذ قرار وزيحنا من الإتحاد العربي وبرضو بعدين في ناس أوفية جمعونا مع بعض أكرم كمان من الناس بتحب تشتغل معه يعني أنا الظروف عكستني إنه قفت ضده بإتحاد البسكتبول مع أنه أنا لمصلحة كان لكنت مرشح ولكنت بس وفاء لشخص أنا كنت من أخر بسعب 6 سنة أنا وياه جورج بركات ومؤمن إنه جورج عنصر كتير كويس بالرياضة مفيد بالرياضة وقلب طيب وكريم لما كانت يعني ما حبت أظهر من صداقتي معه فهموها غلط بس بعدين رجعنا مشينا على طريق الصح أكرم كمان من الناس اللي بتحط إيدك بإيدهم بترتاح في سؤال مخوف كتير من الرياضيين بلبنان أستاذ جودات هو هل ممكن أن نشهد في حال استمرت الخلافات تجميد الرياضة اللبنانية كما حصل مع الكويت وأنه يغيب تغيب منتخبات لبنان عن بطولة العالم لكرة السلة هذا اللي نحنا كلنا مخوفين منه أكيد إذا دلت الخلافات هلأ بلبنان بدل في مين يعني يوفق بس إذا دهرت لبرة وفي تدخلات سياسية ممكن يتوقف لبنان بس هذا تحذير إنه إذا توقف لبنان يمكن ما نعود نشوف الرياضة بلبنان لأن الكويت اللي هي أقوى منها إداريا ماليا ماليا الكويت يعني لما توقفت خمس سنين دلت لرجعت يعني إذا الكويت خمس سنين لرجعت نحنا بدنا خمسة وعشرين نحنا برأيك في حدا نعم يشتغل نوصل لهون ولا بتشك بهذا الموضوع بشك إنه واحد لبناني يأجرم هالقد إنه يوقف الرياضة اللبنانية كلها إنه إذا خصير عليها وعلى أعدائي يا رب لا بشك إنه واحد لبناني يفكر هيك مش هين هيك مأملين إنه بس نبلش نعمل اجتماعات نرجع نضم هالمجموعة كلهم عندهم خبرات الحقيقة وعندهم قواعدهم وعندهم وعندهم طيب ليش ما منحط إيدنا بإيد بعض ومعنا هالسنتين يلا نتكل على الله ونعمله النموذجية منلحق بعد على المشاركات الأسيوية والأولمجية منلحق إذا نيتنا صافي منلحق منلحق يعني عنا كوادر بلبنان عنا قواعد عنا أبطال من لا شي عم بيوصلوا يعملوا حكي كده عم تحكي على سامي إبلاوي سامي إبلاوي عم بيوصلها بطولات العالم من لا شي هيدول مثل هالأشخاص إذا ندعموا شوي ووقفنا الخلافات عم بيوصلوا أبطال العالم نعم وبالبسكتبول عم نوصل بالفوليبول إن شاء الله بلش يتحسنوا بالفوتبول مش عاطلين عندهم ميزانية كتير كبيرة إذا نحطت بالمكان الصح بالمكان الصح إن شاء الله يعني حتى نشوف نشوف لبنان الوجه الحلو بالرياضة قلونا نشوف لبنان اللي منحبه عم نتفائل بحكيك أولمبيا إن شاء الله يا رب بعد عنا شي نقوله أولمبيا قبل ما اختم أنا وياك بشوية باسكتبول بدي استفيد من خبرتك ووجودك معنا قولي حبيبي شو رأيك باللي عم بيصير بالباسكتبول هالعقود الخيالية لللاعبين وشو رأيك باللاقحة النخبة وبهيدا المشروع الأخير إنه اللي عنده لاعب واحد نخبة بيحقله بثلاث أجانب على أرض الملعب يللي عنده أكتر بيحقله اتنين وواحد على مقاعد البودلة أنا بالنسبة إلي أنا ضد هالشي يعني حرام أول شي عم تاخد محل اللاعب اللبناني عم تأثر عليه بعدين إنه أنا بجيب لعبين نخبة أصلاً اللاقحة النخبة لازم توقف اللاقحة النخبة ولا بلد بالعالم عمله يمكن اخترعوها الإيرانية ويمكن إنه محيوها نحنا بعدنا ماشيين فيها ما إلا عاز اللاقحة النخبة يعني بالأساس إنه عملت ضدنا ومشيه فيها هلأ ما بقى بتأثر علينا صارت عم تأثر على غيرنا كمان بس حرام إنه ليش بدنا ناعدل عندنا ثلاث أجانب الملعب يعني عن تاخد أربع خمس أندية اللي ما قدرانين يجيبهم اللاقحة النخبة ما أثرت شي على الأسعار هن كانوا مفكرين إنه ثلاث أجانب بتأثر على الأسعار عن طلعت الأسعار هلأ الأسعار به هالضخامة هاي ممكن اللاقحة يزعلوا هاي بدأت ضر الكرة السالكة كل يعني فيها أندية ما لح تقدر أطلح لها الميزانيات الكبيرة أو بدأت تصير تشتغل بلبنان ما بقى في دولارات طبعا يعني سار بده يعملوا كل جهدهم يظهروا لبرة يجيبوا تبرعات من برة ما بعرف يعني إن شاء الله إن شاء الله يكون غلطان بس منا متفائل فيها هاي كيف بتشوف الدورة السن الجاي؟ هل أنت مع 12 فريق أو يقل أو ينعمل دورة سوبر مثل ما كان عبي نحكى سوبر ليج بلبنان متشوف الله يرحم أنتوان شغيري كان عبي يعمل سوبر ليج لسة فرق تتكل على أندي اللي عنده ميزانية كبيرة اللي عنده شعبية كبيرة كمان سوبر ليج بدك جمهور كبير وما ضبطت ما بفتكل هلأ بتزوط السوبر ليج بعد 25 سنة محاولات يعني مع أنه هي إنقاذ للعبة أنت هلأ كل شي اللاعب محترف عم بيقبض المدرب محترف الإدارة محترف بس النادي منه محترف النادي بيروح يشحاد تعيش يعطيونا المصريات يعني بالسوبر ليج بيصير كل شي احتراف بتلعب ماتش بتقبط حقه وبتلعب دورة بتقبط حقه بفتكر يعني أفضل إذا قدرت تنفذت على ست فرق سوبر ليج هلأ دي السوبر ليج طبع وصل مش حالة بلش برك نفتح باب جديد نقدر نعملها بلبنان 12 فريق كتير كتار يعني وتجي نجيب 3 لعبين أجانب لتضلك بالمستوى حرام حرام على لبنان ينزدو تأختم أنا وإياك هيدا الحلقة اللي حكينا فيها كل شي رياضة بلبنان أبو حسن يقال أنه النادي الرياضي عم بيتم خلق دينامو مقبيله ونادي الحكمة عم بيتم خلق نادي بيروت مقبيله برأيك هيدا المعادلة قد تؤثر على داربي بيروت رياضي حكمة حكمة رياضي؟ شوف بدي أقول لك في مرة من عشر سنين بمصر الأهلي والزمالي كانوا عم يلعبوا على المركز السادس وسابع الملعب يكون مليان جمهور في داربي محد يقدر يقرب يعني أنت مع احترامي للكل أنت عم تلعب ضد بيروت ضد دينامو حتى ما يقوله بيروت ما هو عشر زلم جمهور يعني شوفنا الجمهور بلش دينامو وإخر شي هاي أصلا الرياضي بالفينان لأنه ما سمح لجمهور الرياضي فأطعو دينامو وإخر شي يعني النادي لا يستمر بده عنده قاعدة جماهرية بده يكون عنده جمهور كبير إدارة واعية تاريخ يعني تخلق عندي بتعيش سنة اتنين ثلاثة أنت الجمهور هي الأرض يلي بتعيش عليها أنت إذا ما عندك أرض تعيش عليها يعني من ثلاثة أربع سنين كان الحكمة عم بيلعب سابع ثامن أو عاشر ما بعرف خمسة ألاف واحد جمهور عم بيحضر ما عف ما عوف وماتش طب هيدا التاريخ ما فيك تدهر منه ما فيك تهرب منه ما فيك تخلق له منافس ولا بيروت يأخذ محله أو دينامو رح يأخذ محله ما فيك التاريخ ما بينلعب فيه والجمهور ما بينلعب فيه أنا بدي أشكرك على هذه الحلقة مبروك وصولك للأمان العام للجنة الأولمبية وأكيد عنا سئة أنه بتاريخك يلي هو مثل تاريخ النادي الرياضي ونادي الحكمة رح تعمل شغل كتير حلو للرياضة اللبنانية أهلا وسهلا فيك أبو حسن أهلا بي مشاهدين هذه كانت حلقتنا مع الأمين العام للجنة الأولمبية اللبنانية الأستاذ جودا تشيكر أنا بشوفكم الأسبوع الجاية إلى اللقاء شكرا موسيقى نسل موسيقى نسل